السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم اعضاء قناة وصفات من الاخر الابنات اللي مشتركش في القناة فضلا يشتركوا يفعل زر الجرس عشان يوصلكم اشعارات بكل الفيديوهات الجديدة اللي نقدمها لفترة الجان شاء الله لازم نعرف شيء مهم جدا 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 ان الناس اللي بيعانوا من التفكير المستمر في شخصية محددة بشكل لا ارادي اغازب عنهم لازم التعامل معهم يكون بطريقة معينة لانهم بيبقوا رفضين اي كلام يبعدهم عن الطرف الاخر رفضين اي مصدر للعلاج والتشافي فما نتصورش ان بانتهى السهولة هنقدر نفك التعلق ده ونرجحهم لحياتهم الطبيعية الامر الصعب اصعب مما نتصور ليه اصعب مما نتصور؟ لان الامر هنا بيبقى لا ارادي خارج عن ارادتهم وبيبقى داخل في طاقات صعبة ومعقدة وموجهة طاقات اللي بتبقى جاء لهم بتبقى طاقات موجهة وبتبقى جاء لهم على دفعات عشان كده ما بيقدروش لو كلمتوهم او اي حد حاول ان هو يفكوا التعلق في هذه الفترة مش بيقدر بيتشبسوا اكتر بالتفكير لان في الوقت ده الطاقات بتبقى جاء لهم على دفعات وموجهة لازم نعرف ايه اللي وصلهم لكده ايه اللي وصلهم لهذا الحد من التعلق بالطرف الاخر من التفكير المستمر اللا ارادي بالطرف الاخر برغم انهم كانت حياتهم عادية جدا قبل ما يفكروا في هذا الشخص ويتعلقوا به كانوا بيشوفوا الطرف الاخر بشكل عادي جدا جدا لكن تحول هذا الشخص اللي بيفكروا فيه فجأة الى مغناطيس بيسحبهم الى روحه لا يرون السعادة الا من خلاله المفروض لربنا خلق لنا مصادر متنوعة للسعادة نشعر الانسان الطبيعي يشعر من خلالها انه سعيد وفرحان ومكتفزتين اما بتحصل على مية اما بتنجح اما بتحصل على وظيفة اما بتصلي اما بتعبد ربنا بتشعر بالسعادة والراح لكن هنا الشخص اللي بيفكر ده او اللي عنده التفكير المستمر ده بيبقى رافض اي مصدر ما بيحسش بالسعادة الا بتملكه وبتفكيره في هذا الشخص هذا الشخص هنا بالنسبة له في هذه الفترة هو المصدر الوحيد للسعادة في الكون في السعادة ابدية فعلشان كده الامر بيبقى صعب جدا جدا ان هما مش بيشوفوا اي مصدر من مصدر السعادة في الكون الا في هذا الشخص اللي شغل تفكيره والشيء اللي وصلهم لهذه المرحلة هي طاقات موجهة اليهم من الطرف الاخر طاقات تقلب حياتهم رأسا على عقل طاقات تستنفذهم طاقيا تفقدهم توازنهم الداخلي تجعل الحياة في اعينهم ضيقة ومحزنة ولكن مع هذا الشخص تبدو مفرحة وملئة بالخيرات والنعم جنة على الارض زي ما بيقولوا كب فهم بيأجلوا اي شعور للسعادة ما بيشعروش بقى سعادة ما بشعروش بقى نجاح حتى لو وصلوا الاعلى المراتب الا ما تملكهم لهذا الشخص عندما تسيطر عليك شعور انه لا قيمة لك ولا حياة لك ولا سعادة لك ولا امكانيات لك الا مع وجود هذا الشخص اعرف ان هنا الشخص علقك به زي ما قلت ان ربنا خلق الانسان يشعر بالسعادة من مصادر كتير فاحنا لما نشعر بالسعادة من خلال مصدر واحد هنا بيبقى التعلق وصل الى اقصى حدود هنا بتجي لأسئلة كتير جدا جدا نعمل ايه نحل الموضوع ده ازاي ازاي نرجع لحياتنا الطبيعية ازاي نمارس يومنا بشكل طبيعي انا دراستي اتقلبت رأسنا على عقل انا بقيت مهمل في دراستي بقيت فشل دراستي حتى العمل موعدش بقدي الاعمال بتاعتي على اتم وجه حياتي تشقلبت اعمل ايه زي ما قلتلكم لازم نماشي مع الشخص اللي بيعاني من هذا التفكير المستمر واحدة واحدة في التخلي لازم تقنعه في التخلي تجلي معناها ايه؟ يعني اي شيء تتمسك بيه هيبعد عنك عندما تتخلى عن الشيء بيبدأ يقترب ويتجلى وتحصل عليه بكل ريحي التخلي لا يعني الانفصال عما تريد التخلي يعني ان تنهي شعور الحاجة والتعلق بالاهداف وبالاشخاص وان تبدأ تستشعر الوفرة والاكتفاء والامتنان لكل ما تملك حتى تزدهر حياتك وترتفع مشاعرك فتتحسن نقطة جذبك يعني ايه الكلام ده؟ يعني لازم تقنع عقلك اللواعي ان انت حاسس مشاعر الوفرة حاسس مشاعر الاكتفاء حاسس مشاعر السعادة مش تفكر بس لا انا احس السعادة لا انا بشعر بالاكتفاء مش تردد الكلام لا لازم تشعره وعقلك اللواعي يلقت هذي الزفزبات الشعوري لان عقلك اللواعي يعمل مبرمج للعمل عن طريق التقاط المشاعر وليس التفكير كل ما تحس بمشاعر ان انت متعلق بهذا الشخص مش قادر تشعر بالسعادة غير مع هذا الشخص هذي المشاعر بتتنقل للعقل اللواعي عقلك اللواعي بيبدأ يشتغل ويتحرك بناءا على المشاعر اللي انت مقتنع بها مش بناءا على الافكار اللي انت بترددها وما انتش مقتنع بها لا بناءا على المشاعر والطاقات هنا العقل اللواعي بيبدأ يشتغل فانت هنا طول ما انت مستشعر انك متعلق بهذا الشخص ان هذا الشخص تقط اعلى منك هنا انت بتبعت شعورك للعقلك اللواعي والعقل للبطن عندك بيلطقت هذه المشاعر وبيترجمها ففعلا هنا الشخص هيبعد عنك لكن لو استشعرت الوفرة السعادة ان انت مش متعلق بحد عقلك اللواعي برضو هيلقط هذه الزبزبات الشعورية منك وهيبدأ يخلي الاشياء والاشخاص والاهداف ينجذبوا اليك لان انت ببساطة ما انتش متعلق بحد انت شاعر بالوفرة وشاعر بالسعادة ومكتفي ذاتيا فهيبدأ يجذب لك الاشخاص الزيك فيكون لما تمسك في الهدف وتتشبس به وتفكر في الشخص وتتعلق به هنا بيبعد عنك لازم تحرر طاقته بعت له طاقت حب لكن حرر الهدف حرر الهدف دايما معلمكم طيب بيجي سؤال لماذا التعلق لا يحقق ما اريد ليه كل لما تعلق بالشخص يبعد عني او ليه مش هيجيلي لو انا متعلق به لانك زي ما قلت ببساطة تجذب ما تشعر به وليس ما تفكر به تشعر بالنقص والحرمان تجذب المزيد من النقص والحرمان تشعر بالوفرة والامتلاك تجذب المزيد من الوفرة والامتلاك والسعادة عقلك اللواعي مصمم للعمل على المشاعر وليس على الرغبات والافكار مصمم للعمل على القناعات التي توصله من خلال مشاعرك شبعه بمشاعر وفرة هتحصل على المال شبعه بمشاعر فقر هتحس طاقت الفقر وهيجذب ليك كل ما تشعر به طيب كيف أفك هذا التعلق لازم تعرف حاجة واحدة اربط أهدافك كلها بالله واحده ورضى الله اجعل تعلقك بالله واحده هذه الرابطة هي وحدها التي تستحق التعلق فهو الراز المالي وارتباطك بالله يجعلك في مشاعر سلام وحب لتحقيق هدفك